نواب الجمهوري مايكيلي والمرشح للكونغرس شون بارنيل لإبطال نتائج الانتخابات في الولاية وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه سيستأنف الأحكام القضائية الصادرة في ولاية بنسلفانيا والتي أفشلت جهود فريقه القانوني في قلب نتائج الانتخابات كما أضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن الاحتيال وعدم الشرعية يشكلان جزءا كبيرا من العملية الانتخابية في الولاية حسب وصفه وفيما يتعلق بولاية ويسكنسون قال ترامب إن إعادة فرز الأصوات في الولاية لا تتعلق باكتشاف أخطاء في العد بل بالعثور على أشخاص أو الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني وذكر ترامب أنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز يوم الاثنين أو الثلاثاء مضيفا والتعبير له وجدنا العديد من الأصوات غير القانونية ترقبوا نناقش إذن هذه التطورات الأخيرة مع مراسلتنا من البيت الأبيض في واشنطن وجد وقفي وجد على أي مستوى يجري الآن تحرك فعليا نحو رفع قضية في ويسكنسون وما حضور ترامب فيها يعني مريم هو الرئيس ترامب كل ما قاله على تويتر حقيقة تبين حتى الآن من أرض الواقع في الولايات التي ينازع عليها بايدن الرئيس المنتخب بأنه مني بخسارات تلو الأخرى الآن حاليا الرئيس ترامب ووفق آخر ما قاله بخصوص ولاية ويسكنسون بأنه بانتظار النتيجة الرسمية لعادة فرز النتائج في مقاطعتين ملواكي ودين والتي حتى الآن أسفرتها عن توسيع بايدن الفارق بينه وبين ترامب طبعا ترامب حملته دفعت ثلاثة ملايين دولار لولاية ويسكنسون من أجل عملية إعادة الفرز هذه ولكن من نسبة للرئيس دونالد ترامب فإن هذه النتيجة غير الرسمية والنهائية التي صدرت أمس تشير إلى أن هذه أصوات غير قانونية حسب فهم الرئيس دونالد ترامب إذن هو قال ترقبوا بعد صدور النتائج الرسمية الاثنين والثلاثة إلى تحرك جديد لا نعلم ماذا بوسعه وحتى لو رفع قضية في ويسكنسون وحتى لو فاز بويسكنسون وانتزعها من بايدن مالين فإنها لا تكفي لمنحه الفوز في هذه الانتخابات في المجمع الانتخابي الرئيس درامب للمناسبة لا يزال في منتج عكام ديفيد الرئاسي وهو سيجري اليوم أول مقابلة متلفزة له مع شبكة فوكس بيزنس ومن ثم فور انتهائه منها سوف يعود إلى هنا في البيت الأبيض بعد حوالي خمس ساعات من الآن سوف يكون هنا في البيت الأبيض هو واضح أنه يعيش ولا يزال يعيش حالة إنكار ربما يعززها محاميه رودي جولياني ولكن مقربون من وهم قلة للمناسبة لا يقولون بأنه يتعايش مع الواقع وبأنه يدرك بأنه بالفعل خسر هذه الانتخابات ولكن واضح مريم أن ربما هدفه من الإنكار على المستوى العام هو تواصل جمع تبرعات الناخبين الجمهوريين لحملته الانتخابية لسداد الدين فهناك عجز في حملته الانتخابية وهي بحاجة لأموال ولتبرعات ربما لهذا السبب الرئيس ترامب يواصل حالة الإنكار ولكن كما ذكرنا داخليا بحسب مستشاريه هو يدرك بأنه خسر الانتخابات وجد وقفي من البيت الأبيض في واشنطن شكرا جزيلا لك نقلت شبكة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر مطالعة أن رئيس دونالد ترامب أصبح يدرك أن معركته لإلغاء نتائج الانتخابات قد انتهت وأضافت الشبكة أن ترامب ليس مستعدا لإنهاء هذه المعركة رغبة منه في جمع أموال التبرعات من الغاضبين من النتائج وقالت المصادر أن ترامب سيغادر البيت الأبيض دون الاعتراف بالهزيمة وسيستمر في الإصرار على أن الانتخابات مزورة يدرك ترامب أنه قسر معركة قلب نتائج الانتخابات لصالحه لكنه وفقا لشبكة بلومبرغ يمضي فيها قدما لجمع الأموال من ناقبيه الغاضبين وذلك لمصلحة مشروعه السياسي ترامب يتجه بالفعل لموادرة البيت الأبيض وفقا لمصادر الشبكة لكنه سيواصل حملته ضد الانتخابات ولن يقر بالهزيمة هناك تفاؤل وسيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا سيكون الأمر متروكا للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستستمع للقضية أم لا انتخابات بنسلفينيا مزورة يؤكد ترامب في تغريدة نشرها ردا على رفض محكمة استئناف في الولاية دعوة لحملته سعت لمنع التصديق على نتائج الانتخابات هنا قرار المحكمة بحسب حملة بايدن تأكيد جديد لفشل مساعي ترامب وحملته للطعن في نزاهة الانتخابات التي شهد لها أيضا من تولوا تأمينها بطاقات الاقتراع تؤكد نزاهة الانتخابات الأخيرة لقد توافقت عملية إعادة الفرز مع نتائج العد الأولي وهذا دليل إضافي بالنسبة لي على أن النظام الذي استخدم في عملية التصويت أدى عمله كما هو متوقع وعلى الشعب الأمريكي أن يكون واثقا مئة في المئة بالنتائج إعادة فرز الأصوات في ملواكي أكبر مقاطعات ولاية واسكنسون انتهت بتأكيد فوز بايدن بل وتوسيع الفارق لصالحه أمر احتفت به حملة الرئيس المنتخب لا سيما أن تكلفة إعادة الفرز دفعتها حملة ترامب على أمل أن تتغير النتائج ترجمة نانسي قنقر